ليزال الاقتصاد المصري وأحواله شغلا شاغلا لقطاع كبير من المصريين في ضوء استمرار الأزمة التي ترقبها الحكومة دون إجراءات تنفيذية وتحذر منها مؤسسات اقتصادية دولية وفي غضون ذلك كانت هناك تطورات تمثلت في رفع سعر الفائدة والإعلان عن ارتفاع طفيف في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمعرفة المزيد حول الوضع الاقتصادي معي ضيفي الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أهلا بك أهلا بك يا فنديم وأهلا بك يا سيد المشاهدين هبتدي من آخر الأخبار وهي رفع سعر الفائدة 1% أو 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية كما قال البيان الأخير الملك المركزي رأي حضرتك في هذه الخطوة أعتقد دي إشارة بتقول إن إحنا جاهزين للتفاوض مع الصندوق وإن إحنا منلبي متطلبات الصندوق يعني إحنا هنمشي الفترة اللي جاية في إجمال إجراءات المفاوضات مع الصندوق عشان يقدر نلبي الطلبات بتاعته قدرنا إن إحنا نخفف الدعم يعني الدعم على الخبز مثلا وما شبه ذلك نزل من منطقة البطاعة التامونية والخبز نزل من منطقة تقريبا حوالي 6 مليار دولار إلى منطقة الأربعة مليار دولار الدعم والحوافز والمنح وكل ما شابه تقريبا من منظومة الدعم نزل تقريبا من منطقة حوالي 22 مليار دولار حتى منطقة 16 مليار دولار فيتبكى إلي بعد الإجراءات فقط تغير اللي هو برنامج الخصقصة أو الاستمرار في بيع الشركات ثم بعد ذلك نحن نرفع سعر الفايدة ثم مرحلة ما هو هل هناك تعويم أم هل هناك سعر مرين أم هل هناك بالفعل تخفيض لكم تلعب المصرية ده تقريبا المتطلبات الجملة بس المؤلقة أو الأقلقة الكثيرين لاستباق الموجة التضخمية على أي أساس لأنه الرئيس الجمهورية كان ليه تصريح واضح جدا وقال إنه مش هنقدر نعوم الجنيه أكتر من كده مش هنستجب لضغط صندوق النقل فهل فيه توقع إنه يحصل عكس ما وعد به الرئيس بص هؤلاء حريك بمتال الصراحة أولاً اللي بيحصل ده خطر جداً لسبب واحد بس إحنا مهما عملنا من رفع سعر الفايدة 1% 2% إحنا بنتكلم تقريباً على تضخم تم يعلينا وبشهر 7 تقريباً حوالي 41% يعني إحنا حتى حتى الآن سعر الفايدة اللي بنتكلم عليه له العشان أوروبا فايدة سالبة مش هتقدر تكذب بيها استثمارات من الخارجة أي يعني واحد يفكر النهاردة يخش ليه؟ أول النهاردة يدخل بالسالب فبالتالي هو هيبقى خسران هل النهاردة البنك المركز هيقدر ينجح أن يوصل سعر الفايدة لمنطقة 40% أو هل النهاردة اللي هو بيصنع تضخم نفسه بقرارات بتاعته اللي هي بتيجي سعر الفايدة اللي طالع ده معناها التمويل بيزيد معناها في تكاليف كبيرة جداً عجز الموازنة بيزيد كرابة 2.30 مليار عندنا مصيبة أكبر واللي هي أن لبعض النهاردة المبادرات اللي تم رميها على الموازنة العامة للدولة أو المزارة المالية هتتكبت خسار كبيرة جداً فقرد جديد مبادرات اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي التمويل العقاري الرهن العقاري عندنا مبادرات السياحة الزراعة ومشبه زلك حتى اللي فيها فايدة بـ 11% دي خسار كبيرة جداً منها تتحمل هذه الفروق كل ده الكلام دا احنا بنتكلم عليه عجز جديد على الموازنة العامة ثم اكترات ثم استدانة ثم فاي ثم اقصاد وهكذا يعني احنا بنصنع بالفعل النهاردة التضخم برفع سعر الفيضة بخلاف ان احنا بنقول والله اصل حجم السيولة اللي موجود داخل السوق كبيرة جداً كلامك جميل وهي بس مين اللي بيصنع السيولة دي النهاردة عملية الاضخار اللي بتحصل من البنوك والفواد الكبيرة جداً اللي بتحصل النهاردة القطاع المصرفي هي اللي بتصنع النهاردة فواد السيولة مصريين معظمهم 90% ما عندهمش فلوس ولو قلنا النهاردة اجمالي حسابات البنكية كلها اللي موجود داخل القطاع المصرفي الحقيقية اللي تتعدد 13 مليون ثم يقولك افسر ما بين القطاع المصرفي والحكومة القرات الحكومة القطاع المصرفي بيخدم فكرة اما الحكومة بتخدم فكرة أخرى خطياً يعني مش هنقول باقي ولا السيسة نادية ولا السياسة ما ليه ولا هنقول النهاردة اكبر المشاكل كلها بتحصل إنا النهاردة من الاستدانة الدولة من القطاع المصرفي يعني احنا النهاردة بناتقد محورنا وهو احنا بنتكلم الكلام Meeting وفكوته لما ما يتم ممارسته على أرض الواقع وعلى الحقيقة يختلف تماما الحكومة وتحطي سياسة بنك مركزي مجبر أنه هو أن ننفذ للسراتيجية دي سواء أن نحن نحارب التضخم سواء أن نحن نحارب النهاردة كل ما هو متطلبات النهاردة فيها نوع من نوعات الشوهات الهكالية ومشابه ذلك نقدر أن نسيطر على سعر الصرف وسعر العملة نقدر أن ننلبي الطلبات الدولية من حيث سيولة تحولات الأموال ومشابه ذلك يعني نحن نتكلم أنه نطبق أجندة سواء في سياسة النقدية أو حتى في سياسة المالية لما تضعه الحكومة من نظرية أو خطة بالفعل فبالتالي الكلام ده لما يبقى نظري يبقى هايل لما يوصل مرحلة النهاردة للبيئة العملي يبقى لازم النهاردة أقول أن البنك المركزي لابد أن ينفذ سياسة الحكومة على أرض الواقع يعني نحن نتكلم النهاردة البنوك دخل جزء هي أكبر نهاردة ناس بتسلف الدولة المصرية أو الحكومة هي أكبر مقترد من القطاع المصرفي هنيجي نقول بقى في البنوك بتاعة الميزانيات ومشابه ذلك البنوك إن إحنا والله يا جماعة يسمعها استثمارات في أدوات مالية حكومية قولها بس ده قرض تمام؟ الدولة النهاردة بتحاول أنها تستثمر قولها دي بتسلف عشان النهاردة تسد المديونية اللي عليها بس بغض النظر مرة نقترد عشان نشيل المترو مرة نقترد عشان نحط المترو مرة نقترد عشان نسفلت أرض المترو هي بقى في عقل الحكومة بالعودة للمبادرات حضرتك يمكن كان ليك رأي للمبادرة الدولارية اللي استرحها من التوري حتى أو الشهادات الدولارية اللي تم ترحها تم ترحها لفترة الماضية وقلت إن ده كان مقترح من سنوات يعني أفضل إن الدولة عملت ورأيك إيه وهل فعلا في هذا التوقيت هيجيب ما تصبت دولة إليه أم لا لا إحنا مشكلة إن إحنا بنتأخر في تطبيق هذي الموضوع الموضوع دي كانت هيلة جدا وجميلة جدا قبل 28 يناير 23 تمام؟ ليه؟ كان لسه فيه ثقة ما بين المجتمع الدولي وما بين ما تطرح أو ما تصرح به الحكومة المصرية تمام؟ كان فيه تبادل النهاردة للأفكار ما بين المجتمع العربي ومسندته لينا بالفعل إنما إحنا بعد 28 يناير خلاص كله قال كلمته أنا مش هادر أف جنبك أنا عايزة ليه شروط عايز تغييرات وزرية عايزة النهاردة تغييرها في خطة الهيكلة بتاعتك والسراجية بتاعتك وإصلاحاتك يعني فيه كلام كتير جدا ما أقدرش النهاردة أطرح بقى المبادرة دي خلاص ليه؟ فقدت مصدقيتها تمام؟ لسبب واحد بس لما يبقى النهاردة طرحت ديه شهر 11 سنة الفاتت 22 وأنا لسه ما دبحتش الجنيه ولا لسه النهاردة عملت تضخم عنيف جدا داخل الشارع المصري ولسه السقة متبادلة وموجودة ما بين المواطن المصري بيعمل في الخارج أو مستسمر الأجنبي اللي موجود في الخارج ما بين الدولة المصرية أقدرنا لنا النهاردة ليه ما حاصيلة لنا عايزة وأقدرنا لنا النهاردة أرفع سعر الفايدة بالشكل الكبير جدا في هذه الشهادات لأنها بنتص كل السوق السود إنما تأخري ده مش هجيبني انتجة الإجابية وهتحصل مبادرة السيارات كنتم نتوقعين 10 مليار وإحنا تحدينا في البرنامج هنا قلنا لو جبنا المليار هندرب لهم تعزيزهم السلام كل اللي جابه كاي 750 مليون تقريبا دولار أو 800 مليون دولار بحد أكثر منجحتش وكل المبادرة ما بتنجحش ليه فيه تأخر بالفعل وهم مش أصحاب هذه الأفكار هل تخفيط سعر العملة حاليا ممكن يكون مفيد حتى لجازب العملة الأجنبية مش هقول في المطلق ولكن على الأقل للمصريين اللي في الخارج لأن المصري اللي في الخارج ده عنده سعرين للصرف الأفضل أنهم هل الأفضل الرسمي ولا الأفضل الغير رسمي بس هو طبعا السؤال ده يعني هيدايق ناس وهيبسط ناس لو خفضت العملة هتستمر في تخفيط قمة العملة خلص أنت الجنيب بتاعك فقط مصدقيته حتى للمواطن المصري يعمل في الخارج السقة مش موجودة بالفعل ما فيش النهاردة مرحلة من أنواع السقة متباتلة وبعدين أنا النهاردة حضرك أنا صدقتك أكتر من مرة في الشهادات بتاعتك الإسمرية وحولت الدولار من بره على جوه ودخلت في شهادات قلت لي مرة 18% خسرت أكتر منها قلت لي مرة 25% خسرت أكتر منها قلت لي تبشتري الدهب أبو 3000 جنيه وهات الدهب من بره خسرت النهاردة كسر السقة مصبحتش متواجدة ومتوفرة ومع الأسف تصريحات بتطلع من المصريين كبار من الدولة المصرية فبالتالي ده هي دي العائق الرئيسي إمتى النهاردة المواطن يسك في تصريحات الحكومة إمتى النهاردة المستثمر الأجنبي يسك في تصريحات الحكومة بنقول قانون استثمار جديد هيل جدا بس الموجودين النهاردة داخل الدولة المصرية مش عارفين يخرجوا أرباحهم بره يبقى أنا النهاردة بعمل قانون جديد لمن ولما أجي النهاردة بتقولي لي المصريين في الخارج لما أسمع النهاردة أحد أعضاء البرلمان ويقولك إجباري أن احنا نعمل 50% فرض تحويات مين اللي يجبر المستثمر المواطن المصري على كده وواحد تاني يجي يقولك احنا هنديك 3 مليون قرد بس تعالى النهاردة واحنا هنعمل ضمانات من البنوك الخارجية على مرتبك مين اللي هيعمل الكلام ده كله أنت بقى النهاردة بتقولي واخد بقالك بمبنية مغلفة كده بشكل حلو عشان تدخلني بقى في شريح ضربية وأنا بعمل في الخارج وطبق علي قانون مبادلة بالمصر يبقى الدول اللي حوالي اللي بتطلب النهاردة معلومات ضربية عن مقيمين على الأرض المصرية أنا هفع عن نفس الاتفاقية وقالهم تعالى بس خد القرد وهاتلي بس بقانت مفرداتك وقبل كده أخدتها في العربيات يبقى أنا هطبق النهاردة الضرائب على المواطن مصري بيعمل في الخارج يبقى احنا النهاردة من حقه نعمل ومن حقه أنه بعدما بيشتغل ناتج المحلي يشتغل على الناتج القومي بس هل النهاردة أنا بجلد أهم مصدر للدخل المصري يبقى أنا النهاردة بحارب نفسي بصراحة أو بنحارب توحيني الهواء ده أهم مصدر للدخل المصري هو مواطن في الخارج أعلم كناس سويس و أعلم السيح وأعلم كل الاتفادي كلها يبقى أنا مفروضة تطبطب على المواطن ده أحاول أن أوفره النهاردة حياة مسالية أحاول أن أنا كمان أزود النهاردة شريحة المصريين اللي هي السفر للخارج أهلهم وضربهم وعلمهم وثقافهم عشان أقدر أخذ مساحة كبيرة جدا إذا ما هم دول أهم مصدر سندوق النقد من أهم الموارد الموجودة حاليا للدولة أو بيكون مصدر اعتماد حتى ليه تلقي قروض أو منح من الخارج الشريحة الثانية برأي حضرتك هل هيتم مراجعتها ولا هتنتظر لتخفيض قيمة الجنيه حتى وإن تم التحديد في آخر هذا العام بص يا مصر قدت الولاء التام والكرة دلوقتي في ملعب السندوق بس أنا في اعتقاد الشخصي أن السندوق مش هتجاب معدول مصر لسبب هو حاسس أنه فيه مراوغة بالتام وده الاستنباط الحقيقة في تصرحاتهم كلها المراوغة دي مثلا على سبيل المثال وخبالك أنت نفست كل حاجة طرحت لي شركات للبيع والخصقص بس أنت ما حققت ليش 9 مليار دولار اللي أنت وعدتيني بهم في الوصيقات على ملكة الدول فبالتالي أنت النهاردة ما نجحتش في الحتة دي أنت دخلت النهاردة رفعت سعر الفئر هاي وده زم بالحكومة لأنه ما فيش عرض أو ما فيش طلب ما فيش طلب على ولا ما فيش شطارة من البيع ولا النهاردة قرار مش في إيدك وقرار في إيدين الآخرين يعني بدأوا لخليج قرار في إيديها طيب أنت أنا نفست النهاردة ما تطلبت دول خليج ما نفستهاش طيب فنيجي نقول النهاردة شكليا ورسميا أنت عملت الواجب صح طيب بس ممكن تبقى نقلوا من حتة ما حققتش تارجد بتاعك طيب على سبيل المثال مثل وليس الحصر أنت رفع سعر الفايدة بس الصندوق قال لك اليوم اللي أنت ترفع فيه سعر الفايدة لازم تخش في تعوين أو سعر مارين ما عملتش كده أنت رفع سعر الفايدة بس طيب أنت النهاردة بنقول أننا دلوقتي كراف ملعب الصندوق هل الصندوق النهاردة جاهز أنه يكامل معاك هذه المراوغة أو هذا الشكل اللي هو الجمال اللي أنت حسنت به موقفك مع الصندوق ما عرفش بس أنا بقوله حركة النهاردة الموقف بقى صعب جدا نسدقين وإحنا قيلين من الأول مشهر اللي فات قلنا شهر تمانية بالنسبة للدولة مصرية حياء أو موت وأنا بقول أن 15-8 لو لم يتم تغيير الحكومة عشان النهاردة نظام المصري أو رئيس الدولة ياخد فترة براح النهاردة مع الصندوق ومع كل الجهات المانحة ومؤسسات تمويل الدولية فترة سماح يقدر النهاردة ناس تتفاوض من أول وجديد وتحط رؤيتها ونظرياتها وشكلها وكلام ده كله هنخسر كتير جدا تمام ليه من بعد 15-8 كل مؤسسات التصنيف الدولية وكل جهة النهاردة هتكتب عن مصر تمام؟ وهتخفض لك تصنيفك حال ده معرض؟ طبعا تمام؟ وهتتصنيفك لأتماني كل مؤسسات ممكن أقول لك مع البعض ممكن أقول لك إذا كانت الولايات المتحدة تم تخفيض تصنيفها لأتماني إيه مشكلة لمصر هلكون إحنا زي لأقصاد الأمريكي لا لا بالروحة بقى وخبالك حضرك احنا منتكلم على دول يعني أنت ممتاز لما تبقى ممتاز إلا شرطة بس برد أنت ممتاز إنما لما تبقى النهاردة تصنيفك حينما يصر B أو 3B أو 2B على حسب شكل المؤسسة وتنزلي منطقة C يبقى أنت كده خلاص يبقى أنا النهاردة ريح اتجاه دول تانية تعصرك يعني هل بتغيير الحكومة أو تغيير المجموعة الاقتصادية أي مكان التغيير اللي هيحصل ده ممكن يقلل من حدة وأقول لك جمهور ممتاز صراحة حاليا الحل السياسي وليس حل الاقتصاد وخبالك لازم النهاردة من يصنع القرار السياسي يحاول أنه هو يحاول يخش فيه جدال مع الآخر يحاول أن أنا أو أن أفزلك طلباتك بس يديني فرصة وبراح ممكن دكتور حسام الشازلي ليه تصريح قال أنه لا سبيل لإنقاذ مصر والمصريين من ذلك الثقب الاقتصادي والاجتماعي الأسود إلا بتغيير سياسي شامل وفور يتبعه إعادة هيكلة كاملة للمنظومة الاقتصادية مع اعتبار كامل لإسقاط جزء من المديونيات ومراجعة التعاقدات وإعادة هيكلة القروض هو هيسقطوا يعني محترامي يعني الدين ليه إيه اللي أنت هتدمين لمجتمع الدولي عشان يسقط لك المديونيات نصف المديونيات ليه إحنا عناها كلام ده في التسعينات عشان دخلت حرب الخليج وكان تأمن إن كنت النهاردة دخلت حرب الخليج فهما التفقوا إن هما يسقطوا هذه المديونيات ما وقفتش النهاردة مع العراق ومع بعض الدول اللي كانت بيستنيت العراق فقعدتي من قناة السويس بعض العبارات اللي هي العسكرية ومشابها زلك فوافقتي إن كنت تخش معهم فقالك هنسقط طب أنا النهاردة هخش مع مين هخش يعمل إيه يعني إيه الدور أو الثقة للمصري في الفترة الحالية إن العالم يستجيب لهذه المطول أنا مش لقيه طب ده بالنسبة للثقة أو الدور الممكن مصري تقوم بيه لكن في تغيير الحكومة ممكن ده يعمل مهلة إلى حد ما في إن أنا عيد هيكلة القروض إنما مش هسقط جزء من القروض لا إحنا نخش بموضوع إعادة الهيكلة أنا أخلي بالك حاجة أنا عايز أخش بإعادة الهيكلة وليس أتخلف عن السادات أنا لو دخلت في تخلف عن السادات أنا عندي حاجة اسمها كل أوبشن يعني ممكن يحصل السرداد لحظي زي ما حصل في الربع الأول في 22 ولين 22 مليار دولار خرجت في لحظة تمام هو ده الكارسة اللي ممكن نتعرض لها زي ما اتعرضنا لها بالزبط في يناير 2011 وسماعة عندنا وقصرت بالسلبة في 2016 تمام فإحنا بنتكلم الوضع النهاردة لازم أخش ألعب سياسة ما فيهاش جدال تاني تمام ومش عايزين نلعب دبلوماسية إحنا لازم نلعب سياسة الفترة اللي جاي ولازم نلعب النهاردة أقول لمجتمع الدولي اللي جاي بتفاوض معي بخصوص كروضي ومشاكل اللي عندي أقول لو اديني فرصة أنا بعمل عملية عادة هاي الكلام اديني فرصة النهاردة أنا جايب النهاردة أكفاء يتفاوضوا معاك ويروجوا معاك بحس إن احنا نوصل لحل يرد جاني على الأطراف بما أن حضرتك تكلمت السياسة أنا سؤال سياسي واحد قدام هل ده حضرتك بتنصح به فورا فورا وليس بعد الانتخابات الرئاسية لا لا فورا تمام وهو اللي حضرتك بمنتهى الصراحة لأي حد من المرشحين رئاسة الفترة اللي جاية ما ينفعش نخش النهاردة مصر الفترة اللي جاية بنفس الشكل للنظام الرئاسي اللي موجود عندنا حاليا بصراحة لازم مصر النهاردة ليخش يرشح نفسه يقول للمجتمع الخارجي أنا هحول مصر من دول جمهورية مصر العربية إلى جمهورية برلمانية إنما النظام النهاردة أي مرشح حتى لو رئيس سحاب يكامل لازم النهاردة يقول في إعلانه ورسميا أنا هبتدي الفترة الجاية لو أنا هكمل أو نجحت في الانتخابات هحول مصر الجمهورية برلمانية خلال العامين وبعد كده الشعب يحكم النهاردة احنا بقينا في مواقع صعب جدا تمام وفترة تغيرات سياسية حاولينا جدا ما ينفعش النهاردة البرلمان المفروض هو اللي بيدافع عن الشعب حق الشعب هو اللي بيمرر للحكومة الإعلامية فقط لغير لا أنا عايز برلماني النهاردة يحاسب الحكومة عايز النهاردة حد يقوله النهاردة لكمية القروض اللي بتخرج دي كلها النهاردة ستكتبها من الخارج كفاية كده بتشوف النهاردة المصاريف اللي صرفناها التريليونات من عمليات الإصلاح 2016 حتى الآن اللي ما بيجيبتش عوائد ولا جابت إرادات دولهم كفاية كده عايزين النهاردة طب دي نقطة بس اللي كي أختم هذا اللقاء المشاريع القومية الكبرى اللي الدولة قالت إن أنا نفستها هي فعاليا غير محسوبة على الموازنة العامة للدولة دي مخالفة للدستور عشان حترك اللي بتقولي ده مخالفة للدستور وإحنا بنقولهم حاجة جميلة جدا اللي أنتو عملتوه في العاصمة إدارية والمشروعات العملاقة دي كلها يعني أنتو جبتوا تريليو بتصريحات العاصمة إدارية نفسها يا لم تكلف الدولة جميلة هيل إذا ما تعملش الموازنة العامة للدولة أو العائد بتاعه ما جاشه تحط في الموازنة العامة للدولة يبنتو أخطعته في حق الشعب لما أنا أقدر أعمل تريليون واثنين تريليون يبقى راح أكترض من برا ليه بل الفلوس دي كانت تتحطد في الموازنة وكنت عيشت الناس وصرفت عن ناس وعدلت من مستور معيشت الناس دهما لما يجي كل واحد يجي يقولي النهاردة أصلا ده برا الموازنة العامة يعني أنت بتعرف تجيب فلوس برا الموازنة العامة للدول طبعا كنت تدخل الفلوس دي داخل الموازنة العامة للدول وبدل ما أنا النهاردة باقترد والعجز الموازنة بديد مفصل للأرقام التاريخية دي كلها وعمال بعصر في الجنيه لغاية خلاص ما فوش حتى نقطة مية يبقى النهاردة كان الأول فلوس دي تخش وبعدين بمنطها البساطة يعني برا الموازنة جبت الفلوس دي منيه عشي تعمل بيها لما أنا النهاردة الوزارة دي كلها بتروح تفتتح مشروع بتكلفة النقل بتكلفة البنزين بالعربي ما كل ده أقصى من أنا كموازنة داخل الموازنة العامة للدول محطات الكهرباء اللي احنا عملناها النهاردة بتاع السيمز ننسى نعمل شبكات توزيع ليها فبالتالي ما يحصل لاش أي قيمة أو قيمة مضافة داخل الدول المصريح هي غلطة الدولة والغلطة الشركة المصنعة لا 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 غلطة الدولة هي ما عندهاش خطة أنا بعمل محطات إيه لا هيوزحها ما عندهاش شبكات توزيع وادفاجئ بالكلام ده إمتى اللي ما جاء من العاصمة الإدارية فبالتالي بعملها محطة لوحدها يا جماعة أنا أعرف أن فيه برج كبير قوي على مستوى العالم برج بيزا المايل نفس المهندس اللي عمل البرج ده هو اللي عمل كبرى بالعيلة لما عارف إن كبرى بالعيلة بقى عائق للنقلات اللي بتمر من تحتها أو البواخر اللي بتاعت الأسوان ومشاب زلك لوسر الأسوان ما بيفتحش انتحر يبقى أنا النهاردة اللي عمل محطات الكهرباء دي ونسي عملها شبكات التوزيع على الأقل حتى يبقى فيه حاجة من أنواع الأدب السياسي شوي يقوله والله يا جماعة أنا بعتزل الشعب المصري إن أنا نسي تعمل شبكات توزيع بنعتمد على شبكات قديمة ووجد فجأة النهاردة اللي أنا ما بيستخدمش منها ويجي يقوله إحنا إحنا بنستهلك 35 جيجا لا طبعا التصريحات اللي طالع من التعبية والإحسن ما بيقولش 35 جيجا أبدا استهلاك المصري بيقولك إن حجم الإنتاج الفعلي 18 جيجا والاستهلاك الحقيقي 16 جيجا ده ووقت الزرو وده بينات طالع من التعبية والإحسن في شهر 11 الفات واعلنوها في شهر اثنين يبقى أنا النهاردة حتى حجم إنتاجي ما قبل يناير 2011 ما بيستخدمه عدة نقاط يعني محتاج ده وضحة من الحكومة أو حتى عضاء مجلس النواب يتحدثوا بشأنها أنا بشكرك دكتور واقل نحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال شكرا جزيلا لوجودك على شاشة بي بي سي